تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من دردشة إنجليزية اللي بتجيكم مني أنا محمد عوال عبر قناة سيرفيسبورك اتعودتوا لما يكون في المباريات نحكي بدردشة إنجليزية عن المباريات لكن هذه الحلقة خاصة شوي لأنه بصراحة أنا هذا الأسبوع كله سفر فما عندي وقت أصور بعد نهاية الجولة بس قلت لازم نلتزم ونكمل مع بعض بنفس الوقت قلت ما بدي كثير أطلع من الموضوع وخليني في السياق اللي بيحكوا فيه الناس حاليا يورجيني كله قبل أيام انتقد على موجود إجازة في العطل الشتوية أو في الأعياد أو من الرأس السنة ودائما تطلع هذه الانتقادات من مدربين أجانب بيجوا عند دور الإنجليزي في هذه الحلقة حنناقش أكثر من محور ليش الإنجليزي بيعملوا هيك؟ والشيء الثاني ليش الأساس مش سبب تجاري لكن تحول لتجاري الإنجليز ما بدأوا يعملوا هذا الشيء جديد ما بدأوا يعملوا بال2007 و2008 ما بدأوا يعملوا عشان حقوق البث والاشتراكات ما بدأوا يعملوا عشان يبثوا المباريات وغيرهم ما بيلعب لأنه إيطاليا وإسبانيا والله وألمانيا بتوقف فيلا نسيطر على الجو ما بدأ هيك الموضوع الموضوع بدأ فيه أوائل القرن العشرين يعني حتى قبل الحرب العالمية الأولى الانتقاد الإنجليزي انتبهت أنه فيه أيام الأعياد وراس السنة العمال والطبقة الوسطى ما بيقعدوا في البيوت بيطلعوا يشوفوا الدنيا بيحاول يشوفوا حياتهم لأنه وقتها أيام العمل كانت جدا طويلة ومجهدة للغاية فكان يشوفوا الدنيا يشوفوا الشوارع يطلعوا ولاحظوا أنه بتزيد إقبال الجمهور على مباريات كرة القدم بهذه الفترة لأنه كرة القدم كانت أول ما وصلت وانتشرت كلعبة ممتعة في إنجلترا في حين كانت العائلات الثرية هي اللي بتقييم الحفلات في بيوتها وبالضل في بيوتها فلاحظت هذه الأندينا لو لعبت أكثر بهذه الفترة الجمهور حيكون أكثر لمستوى أنه عدة أندي فكرت تلعب كل يوم من يوم الكريسمس لرأس السنة لأنه ببساطة كل يوم في جمهور عم بيجي كل يوم في شباب جداد عم بيجو من العمال والموظفين واللي أصلا أوقات عملهم كانت طويلة جدا فأصبحت مصدر جيد لرفع الشعبية ومصدر جيد لبيع التذاكر بهذه الفترة هون بلشت الفكرة فالفكرة بالنسبة للإنجليز هي ثقافة زي العيال كبرت ومدرسة المشاغبين بالنسبة إنا كعرب يعني إحنا ليش بنحط مدرسة المشاغبين والعيال كبرت على كل القنواتنا في العيد مش عشان والله بدنا نسوق المسرحية لما غيرنا ما يبثلاء صارت ثقافة خلص حطتها أول قناة تاني قناة وصارت ثقافة عندنا وتوقع فالجمهور الإنجليزي أصبحت كرة القدم جزء من أعياده زي ما درست المشاغبين وعيال كبرت بالنسبة إنا فهم بالأعياد بتكون جزء من خطتهم إمضاء وقت معين يشوفوا كرة قدم إما في الملعب أو في البيت وعشان هيك بي بي سي لما عندنا التقرير قالت إحنا بنتفهم مدربين زي جوارديولا وكلوب وهدول يجي ينتقدوا هذه الحالة لأنهم ما بيفهموا الموضوع أنه ثقافة مش تجارة أبدا لكن كلمة مش تجارة دائما ما نوقف محا شركات البث الآن لما عرفت أن كل الجمهور الإنجليزي بيحب يشوف كرة القدم يوم المباراة وإحنا بنعرف أن أقلين الإنجليزي يعني دخلهم عالي جدا من المبيعات المحلية فهذه الشركات اللي هي مثلا زي سكاي سمورت وغيرها جانت لك إذا هذا الجمهور كله بدي يحضر مباريات في يوم العيد إذن أنا هذا يوم رائع عندي ببيع أعلى إعلانات لأنه أكبر عدد ممكن من مشاهدي فأصبحت هي أيضا تضغط على أنه ما يصير شيء في البوكسنج داي أو في راس السنة لازم تخلوا لي إياهم لأنه يومها أنا ضامن الجمهور اللي صار متعود يحضر هاي المباريات مهما كان اهتماماته ثم من روح على الطرف الثالث إذن الجمهور موافق الإعلام بده لأنه فيه إعلانات أكثر وفيه ضمنات لاشتراكات أو مبيعات الآن على مستوى المباراة أعلى الروح على الطرف الثالث اللي هو البرمير ليغ نفسه البرمير ليغ لا ينظر إلى الدور الإنجليزي على أنه دوري ينظر له على أنه منتج وهذا المنتج تسويقي يجب أن يسوق بشكل صحيح وجد هذه الثقافة وجد موافقة وسائل الإعلام قال لك هذه فرصتي فكان دائما نظام أنه كل المباريات تلعب في يوم واحد مثلا في البوكسنج داي وهذا كأنك بتحكي عن المباراة اللي تحسم في آخر أسبوع في الدوري فأصبحت تلعب بيوم واحد عشان تكون الخيارات لكل الجماهير وقتها في إنجلترا وبنفس الوقت كان يتم اختيار وقت مناسب بحليا ودوليا بما أنه الحالة موجودة تعالوا نستفيد منها بالتسويق فصارت تبث مباريات دوري الإنجليزي حيث الجميع متوقف حتى أنا شخصيا في الماضي أيام ما كنا بس نحضر دور إيطالي اليوم الوحيد اللي كنت أشوف لعبة إنجلترا كويس فيه في البدايات كان البوكسنج داي لأنه ما فيش كرة قدم والناس ديقول لك تعالوا أحضر كرة قدم فنروع على إحدى هالمقاهي أنا وأصحابي ومضطر نحطها الفرق ونصير نتعرف على عيبة ما كنا كثير متحمسين إلهم في البدايات لكن كانوا رابط جرجرون شوي شوي نصير نشوف دوريهم ففعليا إلها قيمة تسويقية إلها قيمة اقتصادية لشركات البث لكنها بالأساس ثقافة شعبية بإنجلترا عشان هيك من الصعب جدا تتوقع أنه يتوقف البوكسنج داي من الصعب جدا تتوقع أنه يتوقف مباريات رأس السنة بل هم يحطوا بدانها زي ما بنعرف شيء اسمه الإجازة الشتوية اللي بتكون عادة في فبراير لكن تم استثناء هذه السنة عشان كأس العالم اللي حيكون في الشتة الجاي فاعتبروا العطل الجاي هي عطلة الموسم هذا والموسم اللي جاي مع بعض عشان هيك العطل الشتوية رح ترجع في موسم 23-24 هذا كله بيساهم أكثر ببقاء هذه الثقافة وبالإضافة لشيء مهم جدا كان دايما يطلع البعض يتحجج أنه عشان العطل الشتوية مش موجودة احنا بنخسر في أوروبا في الحقيقة احنا كنا كنا عارفين أنه مدربين هم كانوا أقدم بكثير من الفكر اللي بلاش يطلع في أوروبا معقدوم المدربين الجداد زي غورديولا وكلوب وغيره وبالتالي كان لازم يحدثوا الفكر فلما حدثوا الفكر لعبوا نهاية انجليزية 2019 ونهاية انجليزية 2021 لأنه صار عندهم مدربين مختلفين بأفكار جديدة محدثة وطوروا سياستهم بشراء اللاعبين والمواهب وخفوا بقصة الزام الأديب بعض اللاعبين المحنيين إعلاميا فأثبتت أنه هذه العطلة فعليا مش هي المؤثرة أوروبيا كما أنه منتخبهم ما شاء الله عنده لعبة كويس في اليورو ولعبة كويس بكأس العالم فهذه الثقافة مستمرة بنسبة كبيرة جدا بنوصل لنا إلى هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد بذكركم تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة